افتتحت الجمعة الدورة العلمية السنوية التاسعة عشرة لجمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث بحضور جمع من أهل العلم وطلابه فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي تحدث حول أهمية التأصيل الفقهي لطالب العلم وحول أهمية المذاهب الأربعة وبيّن الفرق بين تعلم المذاهب والتعصب للمذاهب قال ما منا إلا رات ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد أن نقل الإمام الذهبي رحمه الله هذين القولين ماذا قال قلت قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بلا معرفة بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى إذن العلم مبني على ماذا؟ على الترجيح للدليل الأقوى وعلى الترجيح للبرهان الأبيان كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين القاضي عياد وهو من علماء المذاهب المالكي يعني أستطيع أن أقول الذي لا يخلو من تعصب رحمه الله قال وأما القاضي عياد فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا فإنه سمى المذاهب الأربع مالكية والحنفية والمالكية والشافية والعنبلية والسفيانية والأوزاعية والداودية ثم إنه قال فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم مع الاختلاف في أعيالهم يعني تقلد المذهب واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخدهم والتفريع على أصولهم دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم للعلال التي ذكرناها يعني الأسباب وأنا أقول هذا كلام قاصر فالقضية مرتبطة بالدليل الشيخ الدكتور زياد بن سليم العبادي تحدث عن مكانة العلماء في الأمة عموما وفي أزمنة الفتن خاصة وأن لزوم غرز العلماء والرجوع إليهم عسمة للأمة في أزمنة الفتن من الويلات والنكبات منزلة العلماء ومكانتهم في الإسلام عظيمة فللعلماء مكانة عظيمة حفظها لهم الشرع لعظم تدريب فطاعتهم قرنت بطاعة الله ورسوله تحدث الشيخ أكرم بن محمد آل زيادة عن أهمية الأخلاق لطالب العلم وعن أدب الزمالة وأدار الافتتاح الدكتور محمد بن كمال الرمحي المدير التنفيذي للجمعية أهلا وسهلا بكم في جمعية مركز الإمام الألباني وفي الدورة التاسعة عشر من دورات مركز الإمام الألباني هذه الدورات السنوية التي تقام في مركز الإمام الألباني التي يستقبل فيها المركز طلبة العلم من كافة أنحاء البلاد البلاد الأردنية وينتفع بها عبر هذه السنوات أكثر من عشرة آلاف طالب على مر السنين التي مرت وينتفع بها عبر الإنترنت كثير من طلاب العلم وقد تصدر للتدريس في هذه الدورات العديد من العلماء في هذه الدورة يشارك قرابة السبع علماء من علماء المسلمين هدفهم نشر العلم الشرعي ودفع أي فكر متطرف ينتسب إلى الإسلام وهو دعي إلى الإسلام وجزاكم الله خيرا